أخيراً علشان أختم حضرتك يعني عايز توقعات حضرتك للنهاردة المشاركة هيكون شكلها إزاي وبكرة ورسائل اللي المصريين بيرسلوها للعالم كله من وراء مشاركتهم بالشكل الكبير اللي احنا شفناه من برح والنهاردة إيه هي الرسائل؟ خلينا أقولك أن أنا متفائل جداً بالمشهد من بدايته مع تصويت مصريين الخارج وبما أظهره المصريين في الداخل أمس وفي الأربع ساعات الأولى من التصويت اليوم اللي هو حسب بيان الأقل وطين استمرار للمشهد الأمس فيه تدفق عالي جداً أنا مريت على عدد من اللجان قبل ماجل حضرتك حالة الاحتشاد الشعبي الموجود على الأرض كما هي حالة التآلف والتعامل بفرحة مع الانتخابات من قبل المصطفين أمام اللجان حالة غير مسبوق لا تلاسل ولا في نوع أنواع من النزاع بالعكس المراقبين الدوليين والمراقبة المحلية الموجودة كلها تشيد بهذا المشهد الأطراف الدولية المختلفة أعتقد أن أصوات المصريين وإرادتهم في الأيام الماضية حتى من كانوا على خصومة أو بيترقبوا المشهد للنيل منه أخرصهم إقبال المصريين وبالتالي تعامل الدولة المصرية أعتقد في الفترة الرئاسية المقبلة مع المجتمع الدولي ومع التحديات والقضايا المختلفة حيكون أكثر أريحية بكسير لأن الاستفاف الوطني خلق نؤمن التماسك داخل المجتمع من الصعب تخيل إمكانية حدوث حالة من حالات الانشقاق أو التكسر داخله خلال المدى المرئي والمنظور وبالتالي أنا بقول للمصريين كملوا أنتوا بالفعل بديتوا تمتلكوا إرادة حقيقية لصنع مستقبالكم اللي أنتوا عايزين نحن تماسكوا ده إحنا سعداء جداً به مش العكس اقبالكم على المشاركة مش بس تحديد لإسم رئيس الجمهورية هو دفاع عن وحدة هذا الوطن وتماسكه وتحدياته الفرصة في إيديكم لحد دلوقتي ما فيش أي معوط ما فيش أي قيدة على حضرتك أمام اللجان الهيئة الوطنية مستجيبة بشكل كبير لدرجة أنها ضغط عدد من القضاء من الأمن لزيادة عدد اللجان عشان تتيسيرها على حضرتك وبالتالي أنا شايف أننا محتاجين بالزبط ننزل ونشارك لأن دي مسؤوليات اشتركوا في القناة